أهم شيء كي يدخل المدرب يبني على الربح كي يبدأ على الربح يبدأ أسهل حتى اللاعبين يجاوبوا معاه في فترة دي ما قولوا صعبة انتقالات وخروج ودخول في النجم الساحلي وربحها اليوم ونقطين شوفوا نجم الساحلي في مرتبة 33 مرتبة الثانية اللي هي مرتبة زادة مهمة المرتبة الأولى دي ما نأكد نارشح نتونسل ساعات فريق يا أخو سبعة والثمانين نقاط وقولوا ببطولة وفات اليوم وسبعتاش نجولة شميزالة على الستة وشرين ميزالة وتسعة جولات تسعة جولات تسعة جولات في الثلاثة فانت ست بوعة معاناها الناس الكل معنية بالبطولة ساحلي معناها في الطريق قاعد يربح في المباراة قاعد المدرب يخدم على الشهداء في انتظر التأكيد صراحة كما قلنا فترة صعبة ما بين خروج ثلاثة ولا أربعة ملاعبية ودخول الملاعبين بزيل بخدش لكن ثابت اللي المدرب بداية طريقة متاعه واضحة لأربعة مدافعين ثلاثة لاعبي ارتكاز هو مثلث يبدأ موجود لاعبين اللي هو الأحمر معه المثناني أمامهم إيهاب المساكني زوز اللاعبين أرقى ومواجه هذه الطريقة اللي يأمن بها مضوي وبش يخدم علىها ويبدأ يغير في اللاعبين بتاعها لكن انتصار اليوم مهم نجبسا ملاحظة على عمرو مرعي وابا نقورا ثلاثة قاعد يضايا في فرصة كبيرة رغم الجهد البدن اللي يبذلوا فيه في الميدان المطلوب فريد أنك تسجلوا إلا أنك تعاون أصحابك بش يسجلوا في مثل هذه الحالات وأنك تاخذ في مبلغ كبير ومتكلف على خزينة النادي أرقام خيالية نحكي خاصة على عمرو مرعي هذا رأي يعني مشوش المباراة لكن نقول لعب محترف بجيب برشة فلوس لازمون آخر العام نحاسبوه قد يستجلم هدف قد يشعطي من أسيست نشوفوا احنا خليلي بنقورا في الثلاثة السنوات الأخيرة هو راهو مهاجم راهو مهاجم على الجهة اليمنى ولا على الجهة اليسرى ذاكي لازموا يسجل أهداف ويعطي هدف إذا لاعب محضرف ما يسجلكش القدام وما يرد تحكش يولي مش لاعب محضرف تلعب لعب صغير يظلي أحسن كذلك عمر مرعي 12 مباراة هدف وحيد أنا يأكد إمكانيات ويجري هداية دور متاع الجاري ومتاع صنعان اللعب هو لعب يوسط مينان المدافعين لكن مهاجم أول حاجة هي تسجيل أهداف في جمعية كبيرة لازم تكون عندك زوز لاحبي ارتكاز يكونوا يعرفوا فكوا الكورة ويعرفوا هم اللي بدأوا صنعان اللعب ريليور محمد وثنين مكانيات بتاعه مش فكاك من درجة إلا يعرف يفك ويعرف كذلك رولوس بتاعه وده مهمة جدا في اللعبة ذا بالوقت ما كتعرف الليزابو يتويدو والطوماتيز ما بينه وما بين الملاعبية قادر بش يديه في المساعدة في الميدان إضافة كبيرة اشتركوا في القناة